خلينا نقول برضو أنه من الأخبار المهمة اللي معنا نهاردة قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل نهائي كاس مصر اللي بيجمع الأهلي وبهيمتز بسبب مشاركة الأهلي في كاس العالم الأندية واللي هيتلاعب في المغرب إن شاء الله وده كان بعد ما تم تحديد يوم المباراة 3 فبراير المقبل وقال عامر حسين عضو الاتحاد والمشرف على المسابقات إنه يتم الإعلان عن المعاد الجديد مع مؤجلات الأهلي في الدوري وقال كمان إنه آخر مشاركة للأهلي في الدوري هتكون يوم 24 قدام البنك الأهلي بعد كده هيسافر الأهلي للمغرب فترة صعبة على الأهلي وطبعا الكرة المصرية علشان تغيير الجداول وتنظيمها مرة تانية بس طبعا بنتمنى التوفيق للأهلي في مشواره بكاس العالم بالضبط وده يا هند دورنا في إعلام والتحاد كرة في مصر نساند فيه نادي الأهلي بمشاركته في كاس العالم للأنبياء وده أهم حاجة بالنسبة لنا الفترة الجاية هو بيمثلنا وبيمثل أفريقيا قدام العالم كله ونفسنا نحقق إنجاز جديد ويا سلام بقى لو على حساب بريال مدريد قمة السعادة والفخر للكرة الأفريقية إن شاء الله إن شاء الله خلونا يعني يا رب كده إن شاء الله نروح بالروح اللي إحنا كنا فيها مبارح ونقدر نحقق إنجاز جديد لنا إنجاز جديد لحقيقة كل الكرة مصرية كل الدعم مننا للأهلي في أي وقت في أي مكان في أي زمان وده اللي متعود عليه مننا كجمهور وكإعلام كمان